قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يبلغ السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل فلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقا كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل من شركائكم من يبدأ الخلقة من يعيده فأنا ترحقون قل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله نهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق يحق أن يتبع من لا يهدي لا يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنه إن الظن لا يغني من الحمد شأن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يده وتفسر الكتاب لا غير فيه من رب العالمين أم يقولون افترى قل فأتوا بسرات مثله ودعوا من الصداعكم من دون الله كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتي تأويلهم كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فكل عملي ولكم عملكم أن توم بريئون مما أعمل وأنا بريئ مما تعملون ومنهم يستمعون إليك فانت تصمع الصمى ولو كانوا لا يعقلون منهم ينظر إليك فانت تهدي العمي ولو كانوا لا يرصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنتصم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعرفون بينهم قد خسر الذين تبذبوا بلقاء الله وما كانوا مهددين وإما نوري أنك بعض الذين عدوا ونتوفي أنك فإلينا مرجعهم ثم الله شهد على ما يفعلون ولكل يومة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد وإن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرم ولا نفعل إلا ما شاء الله لكل يومة إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل رأيته من ذاكم عذابه بيادن نهارا ماذا يستعجل به المجرمون أثم إذا ما بقع آمنتم به آآآل آآآل وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين مظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستندمئون لا حقه قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلِمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَا فِي أَفْتَدَتْ بِهُ وَأَسَرُوا النَّذَامَةَ لَمَّا رَأَوْهُ الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُ بِالْقِسْرِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ مَعْدَ اللَّهِ حَقُّ وَلَا كِنَّ أَ يَعْلَمُونَ وَيُحِي وَيُمِيدُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ يَا أَيُوَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي السُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَةِهِ فَبِذَلِكَ فَلِيْفْرَحُوا هُمَا خِيرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْمٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُمْ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آَا اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ وَمَا ظَنُّوا الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُوْ خُضِّينَ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَنْفَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَبَا تَقُونُوا فِي شَأْنٍ وَمَا تَطْلُونَ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْبَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُ شُهُودًا يَتْفِيضُونَ بِهِ وَمَا يَعْزُقُ عَنْ رَبِّكَ بِمِثْقَالِ دَلَدٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي اكْتَابٍ مُّبِينٍ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ لهم البشراء في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبدين لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا ينزلت قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إن الظن وإنهم لا يقرصون هو الذي جعل لكم الليلة لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لا آيات لقوم يسمعون قالوا قد الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا تقولون على الله ما لا تعلمون وَلْإِنَّ الَّذِينَ يَفْطَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعُمْ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ لُذِيقُهُمْ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ وَدْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحِ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِهِمْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَابِ مَتَذْكِينِ بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ دَوَكَلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَاتُمْ وَشُرَتَاءُمْ ثُمَّلَيْكُمْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ ثُمَّ قَضُوا إِلَيْكَ وَلَا تُمْضِرُونَ فَإِنْ كَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمْرْتُ وَنَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَدَّكُمْ فَنَجْيْنَاهُ وَمَنْمَاعَهُمْ فِي الْقُلْكِ وَجَعَلْنَا خَلَائِفَ وَغَرَغْنَا الَّذِينَ كَدَّكُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْكَ إِبَكَانَ عَابِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ثُمَّا بَعَثْنَا مِنْبَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاعُمْ بِالْبَقِّينَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَدَّبُوا بِهِ مِنْقَبْلِ فَذَلِكَ نَطَبَعُوا عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ فَمَّا بَعَثْنَا مِنْبَعْدِهِ مُنْسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْحُونَ وَبَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكُرُوا وَكَانُوا قَوَمُوا مُجْرِبِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ الْحَقُّ من عِدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينَ قال موسى تقولون للحق لما جاءكم السحر هذا ولا يفلح الساحر قالوا أجلتنا بتلفدنا ما وجدنا عليه آباءنا وتطون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين وقال فرعون أطوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملكون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عبالا للمفسدين ويحق الله الحق بقلماته ويوكرها المجرمون فما آمن للموسى إلا تريد من قومه على قوف من فلعون وما لئه من يفجنه وإن فلعون لعالف الأرض وإنه لا من المسرفين وإنه لا من المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتوا بالله فعليه تبكّلوا لكنتم مسلمين فقالوا على الله تبكّلنا ربنا لا تجعلنا فدنة للقوم الظالمين ونجدنا برحمتك من القوم الظالمين وأعينا إلى موسى واخيين تبواني قومكم بمسر قيوتا واجعلوا قيوتكم قبلة واقيم الصلاة وبشير المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آدي تفرعون وملأهم سينة وموالا في الحياة الدنيا ربنا يدلو عن سبيلك ربنا قمس على أموالهم واشدوذ على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يا رب العذاب الأليم قال قدوجيب التعوتكما فستقيمة ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون وجابسنا ببني إسرائيل المحر فأدبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا دركوا الغراب قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عسيت قبله كنت من المفسدين فليوم ننجيك ببدلك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا نغافلون ونقد بوأنا بني إسرائيل مبواصدك ورزقناهم من الضيبات فمختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم الكيامر فيما كانوا به يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك مسأل الذين يقرؤون الكتاب من طبل لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله يكذبون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آيات حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما أمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناه ملاحي ولو شاء ربك الآمن من في الأرض كله الجميعا فأنت تذكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفسنا تؤمن إلا بذل الله ويجعلوا للجزاء على الذين لا يعقلون قل انظروا ما ذا من السماوات والأرض وما تغني الآيات ونظروا عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا بذل أيام الذين أخروا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولا تنأعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقل وجهك للدين حليفا ولا تكونن من المشركين ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يدروا فإنفعك فإنك إذا من الظالمين وإن يمسس الله بدر فلا كاشف لهم إلا مو وإن يؤلدك بفرد فلا راد لفضله يصب به من يشاو من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمنه فإنما يهتذي بنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكير واتبع ما يحاى إليك وصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين كتاب أحكمت آياتهم ثم قصلت من دون حكيم الخبير ألا تعبدوا إلا الله إن دليلكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم تبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتقوا الذي فضل فضله وإن تبلوا فإني يخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله وارجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يتنون صدورهم ليستقفوا منها ألا إن يستغشون ثيابهم يعلم ما ينسرون وما يعلنون إنهم علموا بذلك الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الضالي رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها الكل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أن يحصلوا عملا ولئن قلت إنكم أبعوثون من بعد الموت ليقول أن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أفرنا علهم العذاب إلى أمات ما عدودة لا يقولون ما يهبسه ألا يوم يأتيهم ليس نصروحا عنهم وحاقبهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان بنا رحمة ثم نزعناها منه إنه لا يغوص كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء ما سكو لا يقول أن ذهب سيئات عنه إنه لفريح كفور إلا الذين صبروا وعملوا صالحات أولئك لهم مغفرة وإجر كبير فلاعلك تاركم أعظمهم حاليكم وضائكم به صدرك أن يقولوا لو لا ينزل عليه قنز أو جاء معهم لك إنما تنذيب الله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشرة سوار بفره مفترايات ودعو مني صداعت من دون الله إن كنتم صالحين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أُنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فلنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وسينتها أن نوفيرهم أعملوا فيها وهم فيها لا يرخصون أولئك الذين ليس له في الآخرة إلا النار وحبظ ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بيند من ربه ويدلوه شاهد منه ومن قبله كتاب مصايمام ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكفي مريد منه إنه الحق من ربك ولذين أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلهم من من افتراع الله ولذين يسدون عن سبيل الله وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين فصلوا أنفسهم وظلعا وما كانوا يبصرون لا أجرم أنه في الآخرة لهم الأخصرون إن الذين آمنوا وعملوا صالحات وأفتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريق وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحَنِكَا قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينَ أَلَّا تَعْبَدُوا إِلَّا اللَّهِ إِنِّي يَخَافُ عَلِيْكُمْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِمٍ فَقَالَكُمَ لَوَذِينَ كَفْرُ مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشْرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ انْتَبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمَ رَادِلُونَ بَادِيَ الرَّأِيِّ وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلِيْنَا مِنْ فَطْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ كُنْتُ عَلَا بَجِنَكِمْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةٌ مِنْ عِلِّهِ فَعُمْيَتْ عَلِيْكُمْ أَنُلْزِبُكُمْ وَهَا وَانْتُمْ لَهَا كَالِهُونَ وَيَا قَوْمِ لَا أَسَلُكُمْ عَلِهِ مَالًا إِنْ أَجْرِي أَنْ لَا أَعْلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَالِدِ الَّذِينَا أَمَنُوا إِنَّهُ مُلاَكُوا رَبِّهِ مُلاَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ وَيَاقُوا بِمَنْ يَنْسُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ تَرَدُّهُمْ أَفْلَا تَذَكَرُونَ وَلَا أَقُورُ لَكُمْ عِنْدِي فَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُورُ إِنِّي بَلَكُمْ وَلَا أَقُورُ لِلَّذِي لَتَسْدَرِ أَعْيُنُكُمْ لَيُؤْتِيَهُمْ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِيَنْفُسِ مِنِّي ذَلَّ مِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا يَا نُحُمَ تَجْحَدَلْتَنَا فَأَكْتَرْتَ جِدَالَنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِذُنَا يَنْكُمْ تَبِلَى الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّ مَا يَأْتِيكُمْ بِهِنْ لَهُ إِنْ شَاءُ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَا يَنْفَعُكُوا النُصِّينَ وَأَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ وَرَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُونَ وَإِنْ افْتَرَيْتُهُمْ فَعْلِيَ إِجْرَامِ وَأَنَ بَرِيْءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ وَأُوْحْيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمِنَ فَلَا تَفَتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعُ الْكُلْكَ بِأَعْيُلِنَا وَوَحْيِّنَا وَلَا تُخَاطِبِنِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْكُلْبُ وَكُلَّمَا مَرْ عَلَيْهِ مَلْأَوْ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُونَ قَالَ إِنْ تَصْرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَصْرُوا مِنْكُمْ كَمَا تَصْرُونَ فَصَرُتْ أَعْلَمُونَ مَنْ يَأْكِهِ عَذَابٌ يُخْزِهِ وَيَحِلُّ عَلِهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ حتى إذا جاء آمرنا وفارة النور قل نعمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلى من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معهم إلا قليل وقال اوكبوا فيها بسم الله مجريها وموساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهن في موج في الجبال ونادى نور ابنه وكان في معزر يا ابونا يركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سأبه إلى جبني يعصرني من الماء قال لا عاصف اليوم من أمر الله الله من رحيم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض لعيماءك ويا سماء أقلعي وقيل الماء وقضي الأمر واستبد على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نور رقه فقال ربي إن بني بالأهلي وإن وعدك الحق والتأحكم الحاكمين قال يا نور إنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح ولا تسألني ما ليس لك به علم إني أعيدك أن تكون من الجاهلين قال ربي إني أعود بك أن أسألني ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحميكم من الخاسرين كيل يا نور وابط بسلام مننا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم مننا عذاب أليم تلك من أباين غيب نوحيها إليك ما كنت تعلم وأنت ولا قومك من قبل هذا تصبر إن العاقبة للمددين وإلى عادنا قاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله إن غيره إن أنتم من الله مختارون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا لي أجريا إلا على الذي قضرني ولا داخلون ويا قومي صغفر رفكم ثمتكم إليه يرسل السماء عليكم بدرارهم ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولون مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينك وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن قولوا إلا اعتراك بعض آلهتنا بسرون قال إني أشهد الله واشهد أني بريو مما تشركون من دونه فقيدوني جميعكم لا تنذرون إني توكلتوا على الله ربي وربكم ما من دافة إلا هو آخذ بنا صدقها إن ربي على صراط المستقيم فإن تولوا فقد أبلغدكم ما أرسد به إليكم ويستقلب ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجيناه هودا والذين آمنوا معه بن أحبة منا ونجيناه من عذاب الغليظ وذلك عادوا انجحدوا بآيات ربهم وعسوا رسلهما اتبعوا أمر كل جبال عنيد ومذبحوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفر ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قومي عبد الله ما لكم من الله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح فقد كنت فينا مرجوا قبل هذا تلهان أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شكل مما تدعونا إليه مريب قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأداني بهم رحمة فمن ينصرني من الله عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قومي هذه الناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك بعد الغير مكذوب ولما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معهم برحمة بالنا ومن خزيه يومهذ إن ربك هم القوي العزيز وأقد الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين فألم يغنوا فيها ولا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وجسمهم خيفة قالوا لا تغفلنا وسلنا إلى قوم الأوق وامرأتهم قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا بيلة أهل دوانا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمن الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروجات والبشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لا حليب أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنهم قد جاء أمر ربك وإنهم آتيه عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئبهم وضاقبهم ترعوا وقال هذا يوم عصيب وجاءهم قومه يغرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون سيئان قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطرروا لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت بالنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن ليهم قوة أو آوي إلى ربن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصل إليك فأسر في أهلك بالقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مصومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدينة أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المهيال والميزان إني يراكم بخير وإني يخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم ينقصوا المهيال والميزان بالقصد ولا تبخصوا الناس أشياءهم ولا تعطوا في الأرض المفسدين بقية الله خير لكم من بند مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو النفرة في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم يا رأيتم إن كنت على بيرني من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أرد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أرد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه تبكلت وإليه منيب ويا قوم لا يجري منكم شقاقي أن يصفكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم أهود أو قوم صالح وما قوم لوط مبعيد واستغفروا ربكم ثم توفوا إلى إن ربي رحم ودود قالوا يا شعيب ما نفه كثيرا مما تقول وإنا لنا راك فينا ضعيفا ولولا ربك لرجمناك وما أنت علينا في عزيز قال يا قوم أردي أعز عليكم من الله واتخذتموه ورأكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم يعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا لجينا شعيبهم والذين آمنوا معهم برحمة منا وأخذت الذين ظلموا صيحة فأصبحوا في ديارهم جاكمين كان لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدينة كما بعد الثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان المبين إلى فرعون وملائه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأورده النار وبئس البرد المورود وأطبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس البرد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصوا عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغند عنهم آلياتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادهم غير تكبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لا آية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجر معدود يوم يأتي لا تكلموا نفس إلا بإذنه فمنهم شقي ومسعيد فأما الذين شعوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيد خالدين فيها ما دامت السماوات ولا رضو إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات ولا رضو إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود فلا تكفي مريد مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفوهم نصيبهم غير منقص وَلَقَدَ آتِيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَقْتُ لِفَقِيْهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَبُضِيَ بَيْنَهُ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِمٍ مِنْهُمْ مُرِيبَ وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَا يُوَفِيَنْهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَقِمْ كَمَا هُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْ إِنَّهُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَا الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَكُمُ الْنَّارُ وَمَا لَكُمْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أُولِيَاتٌ مَلَا تُنصَرُونَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَ إِنَّ هَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّهِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذِهُمَ لَا السَّيِّئَاتِ فَذَلِكَ دِكْرَى لِلْدَّاكِرِ الْمَصْبِرِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُطِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمُ لُوبَقِيَّ يَنْهُونَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ اللَّهَ قَلِيلَ مِنْ مَنْ أَنْجَيْنَا مِنَهُمَا تَبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجِرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُسْلِحُونَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعْلَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُفْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكُ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَقْمَتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّهَ جَهَنَّمْ مِنَا الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَقُلْ لَنَقْصُوا عَلِكَ مِنَبَاءِ الرَّسُلِ مَا نُفْتِتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ مُعِظَاتٌ وَذِكْرَى لِلْمُمِنِينَ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَابِلُونَ وَانْطَذِرُوا إِنَّا مُنْطَذِرُونَ وَلِلَّهِ غَيْضُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُؤْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُمْ فَاعْبُدْهُمْ تَوَكَلْ عَلِيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تلك آيات الكتاب المبين إِنَّا أَنْزَلْنَاهُمْ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَكُمْ تَعْمِلُونَ نحن نقص عليك أحسن القصاص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم ليساجدين قال يا أبني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك فإذا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأكله الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آلي عقوبك ما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاقه إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات النسائلين إذ قالوا لأيوسف واخوه حقوا إلى بنا ونحن عزبه إنا بانا لفضلال مبين وقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا يخلوا لكم وجهوا بكم وتكونوا من مع به قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف ونقوهم في غيابة الجب يلتقطوا بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنى على يوسف وإنا له لناصرون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني لا يحسن لأن تذهبوا به وقافوا وأن يأكلهم ثيب وأنتم معنوا غافلون قالوا لأينا له الثيب ونأل عزبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به واجمعوا وإن يجعلهم في غيابة الجب ووحينا إليه لتنبي أنهم يبرم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشان يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستفق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكلهم الثب وما أكد بمؤمن لنا ولكننا صادقين وجاءوا على قميصه بلا من كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمر فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاء السيارة فأرسلوا واردهم فأدل هذا الوه قال يا بشرى هذا غلام وأصفوه بضاعه والله عليم بما يعقلون واشره بتمل بص دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراهم بصرا لمرأته أكرمي متراه عسائيا فعناه نتخذه ولدا وكذلك متلنا ليوسف في الأرض ولنعلمهم من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغت سدواتينا وحبا وعلما وكذلك نجزي المفسدين ورابطته الذي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن متوايا إنه لا يفع الظالمون ولقد أهمت به وهمت بها لولا أضاء ترهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والمحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبري وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاه من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجده عذاب أليم قالت يراودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبري فكذبت وهو من الصادجين فلما رأى قميصه قد من دبري قال إنه من كيد كن إن كيد كن عظيم يوسف أعوض عن هذا واستغفر لذنبك أنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فذاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمجرئنا أرسلت إليهن وأعقدت لهن متكا وآتت كل باحثة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من صاغرين قال رب السجن وحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصبو إليهن وأبو من الجاهلين فاستجاب له ربهم فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدالهم من بعد ما رأأو الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصره خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي قبزاً تأبل الطير منه نبينا بتأويلهنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علماني ربي إني تردت من لتقوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرتهم كافرون وتبعت من لتأبائي إبراهيم وإسحاب ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير من الله والواحد القهر ما تعبدون من دونه إلا أسماء أنسميتم وأنتم وأباؤكم ما أنسر الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه فضي الأمر الذي فيه تستفديان وقال للذي ظن أنه ناجب منه مذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبت في السجن بضع سيني وقال الملك إني أرى سبع بقرات سماني يأكلون سبع عجاف وسبع سنبولات الخضر واخر يا بساد يا أيها الملأ وأفتوني في ربيا إن كنتم للربيا تعبرون قالوا أغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالبين وقال الذين جاء منهما والدبر بعد أمة أنا أنبيكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق وأفتنا في سبع بقرات سماني يأكلون سبع عجاف وسبع سنبولات الخضر واخر يا بساد لعني أرجع إلى الناس لعنهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دعبا فما حصبت فذروه في سنبوله إلا قليل من ما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمت لهن إلا قليل من ما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك إتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألهما بالنسوة الله قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما قطبكن إذ رابتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علنا عليه من زموء قالت برأة العزيز الآن حص الحق أنا رابته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أقنه بالغيب وأنه ما لا يهدي كيد الخائدين الله 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 شكرا للمشاهدة